السلام عليكم وعليكم السلام أنت تتكلم على عاشة رضي الله عنه وارضاه لا نتوالله عليها من الكويت سننت يا أهل بك ليش تنزع ملابسها للرجال حتى تعلم سنن النبي موعب حبيبي حبيبي أنت شوف أنت مضيئ لا تخلط بين المواضيع لا تتكلم على عرض الرسول لأن الله سبحانه وتعالى راح يحاصبك يوم القيامة ما هي كتبكم ولي ذكرت هاي الأحداث أنا ما جايب من كتب غريبة شنو كتبنا ما كتبنا حيبي أنا ما لشيغل بهالأشياء أنت قاعدت تتكلم على العرض الرسول طيب تفضل تدخل على القوغل نزين اكتب اكتب أن رجل نزل بعاش استخفى الله أخي ما تخاف أو أنت طيب عوف هذا الموضوع اكتب صحيح مسلم صحيح مسلم باب حكم المني باب حكم المني حاطة بحث وقرأ أول رواية جيد أول رواية تطلع لك يقراها أول رواية ما أدري فيه ويد روايات ديش ديش على الموقع ديش على الموقع راح يطلع لك الباب كله بيه روايات تقرأ اللي حدثنا يحيى بن يحيى أي كملها حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يرسل ثوبه ها ها فقالت عائشة هالله هالله ها شنو استغفر الله هاي ايش تقرأ إنما كان يتزل إنزان قاعد علمه شو مشكلة لك هاي شو غير اختلافي اندوله بسرع يختلف حبيبي حبيبي القليل من سمعت أن رجلا نزل بعائشة قلت استغفر الله الآن بسرع علمته لا لأ لأ أنت تقولها تبت غالب على عائشة رضي الله عنه لا ما هو أنت لا تترضى عليها حتى ما ألعنها لا تترضى عليها قول بس اسمها فقط ماشي ماشي هاي قاعد غالط على زوجة طيب مو مشكلة يالله تفضل اشرح لنا الحديث تفضل مو شيخانش اشرح لك حبيبي مو انت إذا مو شيخ شون عرفت جالسة علمه لا أنا قرايتها انت قتلي قراها شون عرفت جالسة علمه ممكن جالس فيه النبي تحتيس فيها لا لا استغبال الله يعني عاشة ما رح تزني زوجة الرسول يعني��라고요 ما لابس الاساس هديد turnي me زوجة الرسول ما رح تزني الله ما لا لا بس إنت لابس امت تفضل قنعني يعني شون لابس الاساس هديد ولا من ما تنبيها السكرت أنا أقنعك أنها زوجة الرسول فأكيد تعرف تعرف إيش تعرف دقيقة وقف تعرف إيش تعرف يعني الأمور اللي بدين البدين إيش هي الصلاة كل شيء بدين زوجة الرسول تعرف إيش هو كان موضوعه هذا إيش كانت معاناة اللي عندها الرجال هذا احتلم بالله مجنب أوكي يعني احتلم طيب وكان هو هذا اختصاصها تعالي المني نيزان عادي هو سألها وهي جاوبة وإحتلم بالليل أوه نايم عادي هو نايم بغرفتها أمو نايم بغرفتها أنت تابع تقول كيب كيف تعمل أنا أسأل شوف أنا بجالس أسأل لاحظ لاحظ أسأل وإنت أتجاب وين نايم على جنابه يعني هو وين نايم خلنا كالغا وين نايم لو سمحت لو سمحت لو سمحت أنا أسأل أن تجاوب لا تتهمني وين نايم ما اتهمتك حبيبي انت قلت هو الزنم مع عايشة لان انت مو جالس تجاوب الان مدام انت تجاوب انا ما اتكلم وين نايم؟ انت تسولف وتنسى اشي تقول ولا شنم؟ وين نايم؟ نايم عند عايشة بالبيت وين بالبيت؟ عادش دراني عاد وين بالبيت؟ يمكن بالصالة بأي مكان مو بالغرفة نايم بالصالة ايه؟ اجنب يعاد احتلم بالله؟ هي بغرفة النوم او؟ احتلم؟ احتلم فاصباح مو جنب ايه؟ اوكي شنو تيتواصل يعني؟ وهو كان يتعلم بيته يتعلم شنو كان يسو هذا؟ يتعلم الاشياء اللي بالدينه كذي؟ يتعلم الاشياء اللي بالدينه ونام اوكي عادي نايم؟ نايم بالديواني ازيان؟ ايه انت برغير ما ينام؟ طيب واصباح مو جنب ازيان؟ واشلون وين يعني شنو صار؟ اوه كان نايم بالبيت؟ ايه اوه نايم احتلم قاعد الصبح مجنب زين شنو مشكاة زين شنو اللي صار؟ دشت عليها للغرفة ولا هو دش عليها للغرفة؟ لا ما حدش على الثاني ما حدش على الثاني كلمتها وين بالواي فاي؟ يعني بالعسلكي ولا شو؟ حبيبي حبيبي انت شوف وايد قاعد تتسأل روح اسأل شيخ انا لا تسأني بها الشيء انا بس كنت ها يعني انت بس تعرف ديوانية وتجالس يتعلم بس اذا انت تعرف حبيبي حبيبي انت انت قاعد تسب وتغلط على زوات انت الرسول العصاك السلام ها يعني انت شغلك بس ديوانية وتسوي تشاي مو؟ موضح كابتل موضح ايه سوي تشاي وبعدين انت ورا الست العصر وتروح ما تبقى بعد الست العصر لان تشتعل الأضوية الحمر ببيت عائشة والدنيا تحترك فحقك انت ما تعرف شكراً لك عائشة بزن شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك اخواني الاخ يقول انا شغلي من الساعة 12 ظهر الى الساعة 6 العصر في بيت عائشة وهذا الوقت كله تعاليم سنن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي تعاليم التحشيد والتحضير والتشحين والاستماع الى الروايات الجنسية الحادة ثم بعد السادسة عصراً انا اخرج انتهي الشفت مالتي تجي جاري بعد السادسة عصراً انا تجي جاري ينتهي الشفت مالتي الدوام مالتي ينتهي فيقول اثناء ما انا خارج تبدل النارة الحمراء تشتغل في بيت عائشة و انارة حمراء في ساعة سوداء وجنابة بيضاء في عائشة الحميراء والله ايه شونا السجح هاي عمي شونا هاي والله شاعر مو بيدك ايه اه ساعة اه نسيت ما قدر اعيد باحت نسيت خلاص بس هو كان مية مية الكلام زيه مية مية طيب فهو خطيه مختصاصه شكراً اليك اخي الكريم شكراً اليك ان شاء الله شكراً اليك وصلة مشاركتك اشتركوا في القناة